هاي جايز، ديس از نانسي وانتظروا لتس براكيس انجليش مشتركين وتفعلوا جرس الاشعارات ليدل عم بيوصل للكون كل شي جديد عم بننازله First of all حب ابلش الفيديو كادفايس صغيرة كتب صغيرة اعطيكم ايها وهي انه We don't have to panic بمعنى انه ما لازم نحنا نفكر انه ممكن انا اذا حكيت جملة معينة ممكن عمقول تكون فيها شي غلط هاي دي ما لازم نحنا تكون هم بالنسبة لقلنا لانه ببعض الاحيان حتى الاشخاص اللي بتكون لغتهم الاساسية هي اللغة الانجليزية وهن خلانين وعايشين مثلا بدول بتتكلم اللغة الانجليزية مرات كتير بغلبتو خلال استعمالهم مثلا فعل معين مثلا ممكن يكون عم يحكوا شي بالحاضر يستعملوا فعل بالماضي او ممكن يستعملوا معينة تكون ما لازم يستعملوا بهذه الجملة لازم تكونوا كتير مرتاحين انتو عم تتكلموا اللغة الانجليزية ومن خلال ايضا متابعتكن وتحضروا فيديويات للتعليم اللغة الانجليزية رح تصيروا تعرفوا انتو وين نستخدم هيد الكلمة وين نستخدم هيد الفلاء الفعل بالطريقة الصحيحة بما انو عنوان الفيديو هو عم نحكي عن بالكاونتبل والانكاونتبل حبه بليش اول شي ونحكي شو يعني كاونتبل وشو يعني انكاونتبل كل شي بقدر عده انا بالعين المجردة او على اصابع اليد من عيد او منقله وكل شي ما بقدر عده انا منقللون حبه احكي شوي عن كلمتين اغلطهم شائعة صرت شايفة نفس الغلط بكذا متراح وهن كلمات وكلمات وتعني معلومات وتعني نصائح ما فينا نحنا نقول مثلا بان خطأ لغوي وما فينا نقول أيضا بحضث وما فينا نقول أيضا كلمة وكلمة 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 ما فينا نحول لجمع يعني ما فينا نزيد S على آخر الكلمة ما فينا نقول وما فينا أيضا نقول منقول يعني يعني نحن إذا بدنا نقول معلومات منقول نصائح ما فينا نزيد عليهم S بينما إذا بدنا نحكي شوي عن أو الأشياء القابلة للعد المعدودة فينا نزيد S عليهم و they can be plural فيهم نحولهم للجمع مثلا One book Two books One book كتاب واحد بالمفرد Two books كتابين زدنا حرف الأس على كلمة book بينما إذا عنا one person شخص واحد ما فينا نقول ten persons منقول ten people one person ten people one picture يعني صورة واحدة a hundred pictures منزيد السالة لكينا لكينا One book كتاب واحد two books كتابين one person شخص واحد ten people عشر أشخاص one picture يعني صورة واحدة و a hundred pictures يعني مئة صورة الكountable nouns ممكن أنه يصيروا بال plural form و ممكن أيضا أنه نزيد حرف الأس عليهم رح ننتقل هلا وأعطيكم بعض الكلمات uncountable يلي ما فيها تصير بال plural form مثلا love تعني الحب peace تعني السلام fun تعني المرح equipment تعني مع الديت advice تعني نصائح information تعني معلومات news بتدلا بال plural form ما منشوفها new news تعني الأخبار كمان هي uncountable عنا luggage تعني الحقائب music الموسيقى إضافة إلى ذلك عنا كل شي liquids وكل شي foods كمان هني uncountable مثل rice الرز water المي و milk الحليب هو لكل uncountable they cannot be in the plural form ما فينا نشوفون منزادلون قاسبي معنا ما فيه يقول music music logages ما فيه يقول funds loves information هولي كلهم بيدلهم بال singular form ومنستخدمون ب singular و بال plural بالمفرد وبالجمع رح نشوف بعد شوي كيف فيه أنا استخدم هول الكلمات لوصف إذا كمية قليلة كمية كتيرة رح نشوفهم بعدين شو من استخدم معهم ولكن بالبداية بديكم تعرفوا أنه كل شيء uncountable لا يمكن جمعه ما فينا نزيد عليه حرف الأس إضافة إلى ذلك في عنا بعض الكلمات يلي ممكن نشوفها بالcountable وuncountable يعني مرات بتكون countable قابلة للعد ومرات منشوفها uncountable غير قابلة للعد مثلا كلمة room room بمعنى غرفة أوضة مرات منشوفها قابلة للعد countable ومرات منشوفها uncountable كيف منشوفها countable إذا كنا نحن عم نحكي عن شيء أو عن أوضة بقلب منزل أو بقلب أوتل أو بقلب مدرسة أو بقلب جامعة هيدا بتكون countable عم نحكي عن الغرفة موجودة داخل شيء معين مثلا مثلا حتينا للroom حرف الأس وجمعناها صارت countable كتشن يعني أنا عم أقول إنه ببيتي في عندي خمس قوض خمس غرف في عندي المطبخ في عندي الحمام في عندي قطين نوم وفي عندي قوضة القعدة يعني أنا هون عم أوصف منزلة عم أوصف الغرف موجودة بالقلب منزلة وبالتالي بتصير كلمة room countable قابلة للعد يعني شونا نقول five rooms منزل لحرف الأس لأنها صارت countable بينما إذا نحن كنا عم نستخدم كلمة room لنوصف مساحة معينة نحن بنعرف إنه كلمة room تستخدم أيضا لنقول عن مساحة معينة بتكون uncountable غير قابلة للعد it cannot be plural مثلا I will need more room to put my books I will need more room to put my books يعني أنا بحاجة لمسيحة أكبر أو أكثر لا أقدر حط كتبة هوني كلمة room جاية uncountable غير قابلة للعد و it cannot be plural رح نبلش بالuncountable nouns وهي الأشياء الغير قابلة للعد ما فينا نعدها نستخدم معه much a little amount of for example how much information was taken how much information was taken يعني كم عدد المعلومات التي اتخذت how much information was taken مثل ما شفنا كلمة information ما حطينا لها s وهي uncountable غير قابلة للعد مثلا آخر I spent a little money at the store I spent a little money at the store بمعنى أنه أنا صرفت مبلغ من المال قليل بي لستور وهو بي الماركت I spent a little money at the store كلمة money هي uncountable غير قابلة للعد وعننا مثل آخر the recipe calls for a small amount of butter the recipe calls for a small amount of butter butter وهي الزبدة وهون عم نقول the recipe بمعنى يعني المكونات هي بحاجة بعد لا small amount of butter وهي يعني كمية قليلة من الزبدة لكن مع uncountable nouns منستخدم much a little amount of بينما مع uncountable nouns مع الأشياء القابلة للعد في عمنا منستخدم معن لدليلة على الكمية many few وnumber of for example how many machines are in the factory how many machines are in the factory machines وتعني ألات وماشينز هي countable قابلة للعد وبالتالي استخدمنا many للدليلة أولى نسأل قديش أو قديش فيه إليت موجودة بهيدا المصنع how many machines are in the factory عم نسأل عن الكمية I've read few books about this topic I've read few books about this topic books تعني كتب وهي countable أشياء قابلة للعد وأنا بهيدا الجملة عم أقول أنه أنا قريت شوي من الكتب متعلقة بهيدا الموضوع I've read few books about this topic مثال آخر this video was seen by a large number of people this video was seen by a large number of people people تعني أشخاص وكلمة people هي countable أو شيء قابل للعد في عد الأشخاص أنا وأنا هوني عم أحكي أنه هيدا الفيديو نشاف من بعد من بعد كمية كبيرة من الأشخاص this video was seen by a large number of people يعني عدد كبير من الأشخاص لكينا مع countable nouns منستخدم many few و number of رح ننتقل هلأ ونشوف بعض النومز يلي نحنا ممكن نستخدمها مع countable things والuncountable things يعني رح نشوف بعض الكلمات يلي نحنا ممكن نستخدمها لندل على كمية معينة هي زيتة مع الأشياء القابلة للعد وهي زيتة مع الأشياء الغير قابلة للعد من خلال الأمثلة أكيد رح تفهموا شو بقصد أول شي شو هنه النومز يلي منستخدمون على الميلتين عنا some عنا a lot of وعنا lots of رح نبلش بكلمة some رح نعطي examples عن countable وعن uncountable أمتين من تكون تستخدم مع الأشياء القابلة للعد وأمتين من تستخدم مع أشياء غير قابلة للعد مثلا ما قلنا هون some equipments لأنه كلمة equipment هي uncountable غير قابلة للعد اتكن ب plural ما فيها تكون بالجمع ما فينا نزيد عليها منقول some equipment وليس some equipment مثال آخر للcountable للأشياء القابلة للعد we bought some machines we bought some machines machines تعني الألات وهي countable يعني فينا نعدون قابلة للعد وإلنا some machines يعني بعض الألات يعني قدرنا نجمع كلمة machine لكن كان some equipment للuncountable و some machines للcountable مثال آخر عن a lot of I've read a lot of books قرأت الكثير من الكتب I've read a lot of books books هي countable فينا نعد درنا نزيد حرف الاس درنا نخلي كلمة book تصير بالبلورal يعني فينا نزيد حرف الاس علي I've read a lot of books وهي countable قابلة للعد بينما منقول I have a lot of knowledge I have a lot of knowledge knowledge وتعني المعرفة وبالتالي هي uncountable ما فينا نزيد علي حرف الاس هي ديما بال singular form بس منستخدم ها بال singular وبال plural I have a lot of knowledge وليس a lot of knowledge لكينا a lot of books countable و a lot of knowledge uncountable مثال عن lots of مثلا he puts lots of sugar in his coffee كلمة sugar تعني السكر وهي uncountable ما بتنعاد ما فينا نقول sugars يعني هي uncountable غير قابلة للعد lots of sugar in his coffee بمعنى ان هو يضع الكثير من السكر بقهوته هاي uncountable بينما فينا نقول she ate lots of cookies she ate lots of cookies cookies are countable يعني قابل للعد cookies بمعنى الحلويات أو البسكوية الكوكيز لكن she ate lots of cookies درنا نزيل اسعى الكوكي وهي it can be plural form لأن countable قابلة للعد lots of sugar uncountable غير قابل للعد و lots of cookies هي قابلة للعد countable قبل ما نختم هيدا الفيديو حب أعطيكم معلومة صغيرة إنه نحن مرات منشوف a lot هي كلمتين a lot of books مثلا كلمتين a لحالة lot لحالة ولا مرة بيكون a lot ملزقة ببعضة هيدا كمين خطأ آخر شائع ومع هول المعلومات والأخطاء أنا بدي ودعكم منكون وصلنا لختم هيدا الفيديو إن شاء يكون عجبكم إذا عجبكم ما تنسوا تعملوا لايك وتكتبوا قراءكم بالتعليق وإضافة إذا إذا بعدكم مش 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 تركين بالقناة ما تترددو واشتركو لتتابعوا لدروس البقوة لأنه في بعض الأخطاء الشائعات الأخرى يلي رح نحكي عنا بالفيديو الناحقة وأيضا ما تنسوا تتبعونا على صفحاتنا على الانستجرام والفيسبوك let's practice English أنا بلقيكم بالفيديو القادم من هلأ لو أتا stay safe goodbye